بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين من علامات قبول الطاعة أن تستمر على فعل الطاعة فقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه التمسوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى فإن لله في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا ونقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وَمَنْ عَرَفَ شَرَفَ مَا يَطْلُبُ هَانَ عَلَيْهِ مَا يَبْزُلُ مَنْ عَرَفَ شَرَفَ الْجَنَّةِ وَأَنَّهُ يَطْلُبُ في طلب رضى الله سبحانه وتعالى فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فقم من الليل ولو ركعتين وصل صلاة الضحى وصل السنن المؤكدة احرص على القليل من الطاعة وصم في الشهر ولو يوما واحدا لا أقول لك صم سلاسة أيام صم ولو يوما واحدا احرص على القليل من الطاعة هذا أول شيء الأمر الثاني أن تلتزم بوقت الصلاة وإذا ملتزمت بوقت الصلاة فاحرص أن تكون مطمئنا في أركان الصلاة كالقيام والركوع والسجود وإذا كنت حريصا على الطمأنينة فاحرص على الخشوع حتى تجد ثمرة الصلاة وسمرة الصلاة هي محبة الله وسمرة الصلاة هي القوة والمدد والمعونة من الله سبحانه وتعالى لأن الله قال واستعينوا بالصبر والصلاة وسمرة الصلاة أنها تبعدك عن الفحشاء والمنكر أنها تهزب أخلاقك أنها تربي فيك المكارم والأخلاق الطيبة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر سالسا إذا أردت أن تكون مداوما على فعل الطاعات أن تذكر الله سبحانه وتعالى كما أمر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كسيرا وحد الكسرة كما قال عنها العلماء أن تذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أحيانك أن تذكر الله قائما قاعدا مضجعا إذا ما دخلت البيت فسلم على أهل بيتك وهذا من الزكر إذا ما دخلت المسجد فقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند تناول الطعام عند الانتهاء من الطعام الحمد لله هكذا تكون زاكرا على جميع أحيانك وأن تذكر الله سبحانه بالأذكار الجامعة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه الأمر الرابع والمهم إذا أردت أن تكون مداوما على الطاعة فاطلب من الله المعونة ما معنى ذلك أطلب من الله العون فأنت تقول ذلك في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقد ورد عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يقوم من مجلس إلا إذا دعى بهذا الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا الأمر الخامس إذا أردت أن تكون مداوما على الطاعة فأكسر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فائدة الصلاة على رسول الله أنك إذا صليت مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى قلبك نور وخرجت منه ظلمة وقد عبر العلماء قالوا لأنك لو صليت على رسول الله مرة صلى الله عليك عشرة ولو أن الله صلى عليك مرة واحدة لرجحت صلاة الله سبحانه وتعالى على كل الطاعات وعلى كل العبادات فنسأل الله سبحانه التوفيق والسداد وأن يوفقنا لطاعته وأن يوفقنا لطلب رضاه ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر